غزوة فتح مكة في العاشر من رمضان من السنة الثامنة للهجرة وقع الفتح الأعظم فتح مكة وكان يوما مشهودا أعز الله به دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم وكان سبب هذا الفتح العظيم غدر بني بكر وقريش بقبيلة خزاعة التي دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية فقتلوا منهم عشرين رجلا خرج عمرو بن سالم الخزاعي رضي الله عنه حتى قدم على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوقف عليه وهو في المسجد وأخبره خبر الغدر كاملا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمرو بن سالم ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد من خزاعة وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر خافت قريش من هذا الغدر وأرسلت أبا سفيان ليجدد الصلحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ورجع أبو سفيان إلى مكة خائبا تهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للفتح العظيم وسأل ربه أن يعمي عن قريش خبره فقال اللهم خذي العيون والأخبار عن قريش وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للخروج وأرسل إلى كل القبائل المسلمة أن يتجهزوا للخروج معه تجمع للنبي صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف وهو أكبر جيش يتجمع للمسلمين من بعثته وكان خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة في اليوم العاشر من رمضان من سنة الثامنة للهجرة في طريقه صلى الله عليه وسلم إلى مكة لقيه ابن عمه أبو سفيانة ابن الحارث وابن عمته عبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة مسلمين واصل النبي صلى الله عليه وسلم طريقه إلى مكة وهو صائم والناس معه صيام وقد صب رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء على رأسه ووجهه من شدة العطش فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكديد وهو ماء بين عسفان وقديد قال لأصحابه إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم رواه مسلم فأفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر الناس فكانت رخصة ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء فشرب نهارا ليراه الناس ترجمة نانسي قنقر